دخل رجيم الصيام المتقطع عالم الرشاقة في الآوين الأخيرة وأصبح يمكن من أهم أنواع الدايت التي تتبع النساء وحتى زميلاتي هنا في الاستيديو حول العالم هذا النوع يمكن من الحنية ليس جديد لكن أخذ طبعا حيز مرة كبير في العالم أو العام الماضي وهذه السنة كثير يمكن خصوصا أن بعض النساء شاركوا نتيجة هذا النظام الغذائي وخسارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي طبعا رواد السوشال ميديا كثير يتكلمون في هذا الموضوع والذي دفع الكثيرين لتجربته طبعا نبغى نعرف أشي حقيقة حمية الصيام المتقطع وهل فعلا هو ناجح في خسارة الوزن أو لا طبعا راح نتعرف على هذا الموضوع أكثر مع خصائية التغذية أستاذ ريمة السلمان هيا كلمة أهلا بكم أهلا بنات كيفكم بداية دكتور ريمة خلينا نتكلم عن نظام الصيام المتقطع في البداية كلمة الصيام كلنا نستخدمها أو نسمعها نعرف أن الصيام موجود في جميع الأديان السماوية طبعا موجود عندنا في الدين الإسلامي وهو مثلا صيام عن طعام وشراب وكامل غروب الشمس إلى غروب الشمس في أديان أخرى الصيام على بعض أنواع من الأطعمة ولكن فكرة الصيام المتقطع هذه هو عن صيام عن تناول الغذاء اللي يحتوي على سعرات حرارية فقط لغير في الوقت محدد وقسموها إلى ثلاثة أقسام في عندك دائما بتسمعي فريز أو ناس بيقول لك أنا بصوم 16 ساعة وباكل 8 ساعات إيش يعني؟ يعني أنت بخلال أوقات النوم يتخللها بعدها سيات صيام يعني بتسخيلي وجبة الفطور نهائيا ما بتفطري بعدين مثلا آخر وجبة خدتها الساعة 8 بالليل أول وجبة ستخذيها متى؟ الساعة 12 والدهر فأنت كده صمت 16 ساعة وكلتي بخلال الثمان ساعات اللي هي من 12 والدهر إلى 8 المساة يجب النوع الثاني من الصيام اللي هو 18 ستة 18 ساعة صيام 6 ساعات الويندو حق الأكل حقك يعني مثلا بديتي دحين حقول لك الفرق بينهم النوع الثالث اللي هو عبارة عن خمس أيام في الأسبوع تاكلي بصفة طبيعية ويومين في الأسبوع تعملي كالوري رستريكشن أو أنك تاكلي سعرات حرارية قليلة ما بين الأربعمائة إلى الخمسمائة سعرات حرارية هذول الثلاثة أنياء واع من الانترميتين فاسك إيش الفرق بينهم؟ كل جسم بيتحمل مثلا في ناس مثلا بيسووا 16 تمانية وماشي معهم تمام بالتمام وبيسووا بطريقة أنهما بيخلوا كل المشروبات اللي بيأخذوها بوقت اللي هو هما صايمين فيه تحتوي عن مياه أوكي مش بتحتوي على قهوة وشاهي ولكن قهوة وشاهي بيحدوها على هير بلتي شايات أعشاب ولكن لازم تكون كلها زيرو كالوريز ممكن أن ناخد بعض من منتجات زي الحليب مثلا مع القهوة ولكن بكمية قليلة جدا جدا أو الكينمر بكمية قليلة جدا جدا الفرق بينه وبين اللي هو 18 ساعة وال16 ساعة من خلي الجسم فقط يصير في عملية تجويع لفترة أطول علشان نقلل من مقاومة الأنسولين في الجسم تمام ونرفع لغروث هرمون وهذا هي من فوائده فوائده طبعا الفوائدة الأولى إن هي بتعملك في شيء اسمه مقاومة الأنسولين في الجسم وهو الأنسولين ريزستنس مجرد ما تكون عالية الجسم ما يقدر يحرق دهون فأنتي بتحصل الشخص يبغي ينقص وزده ولكن بطريقة سريعة جدا وبطريقة قصيرة فمجرد ما يعمل الصيام المتقطع ده بتحصل أنه جسم بدأ يعمل عملية السويتش إحنا لما ناكل ناخد مغذيات المغذيات هذه تحتوي على السكريات السكريات هذه أول سورس للطاقة في الجسم تمام خلال ساعات الصيام إحنا بتعطينا مثلا 16 ساعة قمنا من النوم نومنا تقريبا 8 ل 6 ساعات بعدين أكلنا 16 ساعة هذه بيخلص من الجسم كل حرق السكريات الموجودة فيه تمام؟ بعدها من نعمل السويتش على إيش؟ على حرق الدهون وهذه الفكرة اللي إحنا نبغاها في السيام المتقطع ليش ما خليناها مثلا 16؟ ليش خليناها 16؟ ليش خليناها 18؟ لأنه كل ما طالت المدة كل ما حولت عملت دالي السويتش خليتي الجسم خلاص خلص الفائد اللي هو موجود في العضلات على صفة غلايكوجين اللي هو السكر المخزن في العضلات حولتي إلى الدهون والتخلص منها دخلنا في مرحلة اسمها الكيتونز أو كيتوسز فيس اللي هي مرحلة احتراق الأجسام الكيتونية اللي هي تتخللها في الخلايا الدهنية نفسها بنيجي عندنا القسم اللي هو من يصلح لهم ومن لا يصلح لهم طيب استني لك سأريم قبل ما ندخل هذا القسم في ناس بيمشوا على النظام الصيام المتقطع سواء 16 أو 18 ساعة لكن فترة الأكل بياكلوا كل ما شافوا أي شيء قدامهم هل هذا سييفرق ولا لازم آكل كمان أكل محدد بسعرات حرارية معينة؟ إيش الهدف حقك؟ هل الهدف حقي تنزلك وزنك؟ أو الهدف حقي أنك أنت تزيدين أو الهدف حقي أنه أنا أعمل بناء عضلات يعني فيه أكتر من هدف الهدف حقي نجي للأول يعني تبغي تنزلي من وزنك معناها اللي أنت حت تختاريه في خلال 8 ساعات دول هو حيساعد أنه هو حيخليك تكملي البروسيس حقي ذلك فيه ناس مثلا بتحصلين إحنا مساويين الانترمنتف كوزن وزننا ما بينزل ليه؟ أول ما بدأوا يأكلوا كروسان بزرط بسعرات حرارية غالية؟ سعرات حرارية أشياء غنية فأنت تحصل لنفسك طبيب في اليوم العادي لما كنت يبتأكلي كنت يبتأخذي مثلا ألفين سعر حرارية أنت دا حين دغطيلي الألفين سعر حرارية بويندو بتنزل ساعات إذن إيش سويتم؟ هي الفكرة أنه يصير فيه كالوري ريستريكشن في الوقت كمان يعني أنت نفسك لو تقولي أنا عندي وشلتي وجبة الفطور فأنت شلتي كمية من السعرات الحرارية هي تقريبا أربعمائة ألف خمسمائة سعر حرارية كنت بتخذيها بوجبة الفطور فهي إن حذفت من الجدول حقك فبقى لك ألف خمسمائة سعر حرارية فهنا جاء الكالوري ريستريكشن اللي أنت جالس تسوي يجي الناس مثلا المنتين هما موصلين الوزد المثالي هما موصلين على نفسهم تمام؟ بيجوا مثلا يومين في الأسبوع بيخبصوا بيأكلوا اللي هما يبغوا وبيجوا في الأيام الباقية بيقولوا لك إحنا أسهل علينا الصيام في أيام العمل صح لأنه في أيام في الويقين أنت بغيت تخرجي مثلا أنت بغيت تفطري بره بتحوليها الأشخاص اللي هما بيبغوا يبنوا عضلات لما يجوا يسووها لازم خلال 8 ساعات أو 6 ساعات تركزي على البروتين انتيك علشان ما ينحرق اللين مصدس اللين تيشوز اللي موجودة عندك العضلات لأنه أنت يعرف الواحد لما بيننقص بيغوز لو تنقص يمو ونقص يمو ونقص يمو ونقص يمو ونقص يمو فإحنا علشان نركز أنك أنت تاخذي البينافيت حقتها خصوصا لما أنت تكون يبتعمل الانترماتينج فاسم وبتلعب رياضة على معدى فارغة أنت تاخذي فقط سوائل ولكن ما تاخذي فلازم الوجبة اللي أنت مكلاها قبل بيوم يكون فيها الأمانت أو الكمية الكافية لجسمك من البروتين علشان ما يصير فيه حرق للعضلات وتخسري كثير من العضلات فيه فايدة مرة مهمة أو أنه بس علشان أبغى أركز عليها البينافيت هو طبعا أننا نرفع هرمون النمو لكذا دائما بيجوني بعدما يقولي بشرتنا صارت تجنن حاسين نفسنا صغرنا صح صار فينا حيوية ونشاط أكتر لا لا بس صح بالضبط الناس اللي هم مثلا بتحسليهم ما هم قدرين يركزوا كثير أو دائما عندهم مفعوب برين عارفة كيف بعدما يصبحوا بصير بغلولك أيوة يصبحوا بصير يفكر بطريقة شارب أكتر الناس صاروا يناموا بعمق أكتر ستتحصل لنفسك ما بتتعبي في الرياضة أول كنت تتعبي في الرياضة تمام هذا كله لي لأنه في شيء اسمه اللي هي عملية تجديد الخلايا أو اللي هي الأوتوفوغ اللي هي أنت بتحسلي أن الخلية مجرد ما جوعت جسمك زيادة عن اللزوم بدأت عملية الخلايا تتجدد وصارت تعمل تشيل السموم من الجسم أو ترمي تشموم الجسم الناس اللي عندهم ضغط واطي أبدا ما يسوه الناس اللي عندهم فقر دم أبدا ما يسوه الناس اللي يتناولوا أدوية ولازم مع الأدوية يخدوه مع الأكل أبدا ما يسوه نهائيا المرأة إذا تريد تحمل كمان ما تسويه نهائيا لأنها بتقلل من الاخصاب عندها الناس اللي عندهم هبوط في الضغط كمان ما يسوه الناس اللي عندهم فقر دم كمان ما يسوه فعندك فئة فهو مش لكل الناس هو بالعكس لما الشخص يكون عندك بريدة يابتك قبل مرحلة السكر بيفيده ويعالجه ولكن مرضى السكر بياخده حبوب لشان ينظم السكر فإذا انت السكر ستيبل أوكي إذا السكر لا بطالع نازل لازم تخديره أنسولين أو لازم تخديره منظمات صعب جدا أنك انت تصومي عليه لأنه يتخبسي فيه طبعا أنا أعرف كويس أن أنت تتكلمت عن كروث هرمون لأنك تحب أتكلم عنه بس أعطيك العافية كمان دكتورة نيمة أعرف كيف ممكن يأذي أو ممكن يكون فيه مظار من ناحية أخرى خاصة للأشخاص اللي المفروض ما يسووه بيسوه طبعا زي ما قلت لك شفت الفئات هذه أنا قلت عليها الناس اللي عندهم أصلا ضغط واطي دي كيف حتى تقولي لي المفروض يمدني بالنشاط والطاقة ويكون عندي حيوية وانا هذا كتول ما أنا ضغط واطي إشلون أنه يكون عندي شيء أن أسوي نشاط الناس اللي عندهم سكر دائما منخفض طبعا ممكن يدخلوا في قومة غيبوبة لأنه ما فيه أكل نهائيا وانتي أصلا عندك بلو بلد شقر بلو بلد شقر وبس قهوة شاهي الناس اللي عندهم فقد دام فكل الفئات اللي أنا قلت عليها هذه بيذيها جدا أنها بتسوي لأنها هي بحاجة إلى الطعام فيه كمان نقطة الناس بياخدوا الفيتامينات وهم صايمين ومنها بتكون الفيتامينات الذائبة في الدهون اللي هي الأدك فيتامين A فيتامين D فيتامين K فيتامين E إذا أنت بتاخديها وانتي صايمة مع شاهي وقهوة ما حتفيدك في شيء وغيرت لأتسبب دوخة كمان لا لا هي أصلا فيتامينات ذائبة في الدهون هي لازم تتخذ معي غذاء ففيه ناس كتير بيسووا صيام القتقات تاوي بيجي بيقول لي بس نحن نأخذ الماكتي فيتامين دال حقنا وانتوا تاخدوا الفيتامينات على الشيء فيه أنواع من الفيتامينات الذائبة في الماء ما فيه مشكلة أنك أنت تخذيها فيتامين C فيتامين B كومبليكس ولكن لما تيجي على بعض أنواع الفيتامينات الذائبة في الدهون هي لازم غذاء علشان يساعد على امتصاصها هل يؤثر على الأشخاص اللي بياخذوا أنت قلت الأشخاص اللي بياخذوا أدوية لكن ما حددت دواء معين كنا نتكلم أدوية عصبية الناس اللي هم فيه عندك كل نوع من أنواع الدواء فيه ناس بيقول لك ممكن تخذيه بدون غذاء وممكن لازم تخذيه مع طعام عشان الامتصاص حقه فعندك مثلا عندك الأدوية زي مثلا أدوية السكر الضغط والسكر بالضبط الضغط والسكر مش كل مرضى الضغط على الفئراء مش كل أدوية الضغط لازم تتأخذ مع غذاء ولكن السكر لازم يتأخذ بعد الأكل بنص ساعة وفيه أدوية تأخذ قبل الأكل كمان إذا كان الأنسلين عندي كمان الناس اللي هم مثلا بيأخذوا مضادات الاكتئاب مضادات الاكتئاب هذه لازم تأخذيها أنت معاكل نفس الشي فيه ناس اللي عندهم مشاكل أمراض في الكيلة أو في الكبد ضروري أنهم نفس الشي يأخذيها مع غذاء فيعندك بعض أنواع الأدوية مش لازم أشخاص يلعبوا فيها علشان فقد أنهم لازموا إما أرسلنا هم يعملوا كالوري ريستريكشن ولكن يأكلوا ويأخذوا غذاءهم ويقللوا من السعارات الحرارية حقاتهم دكتور ري ما يمكن فيه كثير أنواع من الحميات يقول لك فترة معينة ولازم توقفي أو فترة معينة ولازم ترجعي أكلك الطبيعي خصوصا إذا كانت كالوري ريستريكتد الصيام متقطع هل ينفع أنه نستخدمه على المدى الطويل أو كيف توضلينه ما أنصح أنه يستعمر الواحد في جسمه على أي شيء على مدى طويل عشان الجسم يتعود الجسم يتأخلم عليه فبنبطل يتأخذه فعشان كده شفتي فكرة لما قلت لك 5-2 مثلا أنك أنت خمس أيام في الأسبوع سويته يومر بالأسبوع إكسري كده بتأخلي نتائج أكتر بتحسلي بعد ما تستمر عليه بتلاتة شهور الصيام المتقطع بعد التلاتة شهور بتحسي نفسك أنه إما لو كان الهدف حقك أنك تنزلي وزنك بطل وزنك ينزل نهائيا أو أنك بتحسلي بديتي أنك تشعر بخموله بتعب عارفة كيف فدائما اكسري الشيء عشان تاخدي نتائجه ونفس الشيء لما تيجي أنت تبغي تكسري تكسري بطريقة صحية صحية مش تكسري بتخبيص خلاص أنا أهو هواقف أهو 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 ممكن مثلا أن يكون عندك يوم أوف أوكي كل فترة أنك أنت تكسري بوجبة أوكي في عندك نسبة أو المؤشر أنت لما تقولي أن أنا بحافظ على مستوى الأنسولين أو مقامة الأنسولين في الجسم بتحصل للناس اللي هم بيأخذوا الحمية خلال 6 ساعات أو 8 ساعات بتكون غنية في البروتينات ومعتدلة في الكربوهايدريت وغنية في الألياف مقاومة الأنسولين في الوقت ما بيكون فيها فلكشويتين ما بيكون فيها طلوع ونزول عادة الناس اللي هم مكتمة ساعات دول أخذوا لك مثلا كمية كبيرة من الكربوهايدريت وبعدها جاء البروتين وبعدها جاء الفات أو الفايبر بتحصل لي دائما خلال 8 ساعات بيجوعوا كتير ما بيأخذوا وجبة كافية وتحصل لي عندهم بيأخذوا الوجبة بعدها شوية بيأكلوا مرة تانية أنا عندي مبدأ أنه مثلا سوتي خلي حتى البل 8 ساعات فيه وقت بين الوجبة والوجبة عشان تاخذي النتائج حقته يعني مثلا كالتي الساعة 12 تمام خلي الوجبة اللي بعدها الساعة 4 خدي وجبة كويس فطور يمسكك لدة 5 ساعات ممتاز يشبعك وخلي اللي بعدها الساعة ليه لأنه فيه ناس كتير بيفكروا خلاص أنا 8 ساعات كل ساعة رايحة جاية كل رايحة جاية عملية أو البروستس اللي هو بيصير في الجسم عشان ترفع لي كروث هورمون عشان تنزل لازم يكون عندك دائما عملية متابعة لهذه الخطة اللي أنت مشيئة مجالد ما كسبت في الفيتامينات عفوا في الأنواع الأغذية اللي أنت جلت تاخذيها معناها أنك أنت ما حتى أخذي نتيجة المرجوع فيها طيب البعض يقول أنه النظام دادنس الصيام المتقطع يشبه النظام التجويح اللي يمنع عملية الأيض فبالتالي يسبب صدمة للجسم فيمسك نفسه فما يخسر دهون وما يخسر وزن ما مدى صحة هذا الكلام شوفي عملية التجويع دي إحنا ما مننصح فيها نهائيا لأن أنت لو تشوفي في البداية إحنا قلنا إحنا لازم ما نخسر عضلات كتير فإحنا كيف إحنا منرتب البرنامج ده يعني مثلا فيه ناس بتقول لك ما أقدر ما أقدر نهائيا أكمل 16 ساعة أكي 14 ساعة وحد 14 ساعة ما في أي مشكلة ولكن مجرد ما إحنا خلينا جسمنا أندر التجويع ده حرقنا العضلات رفعنا لسترس هرمون أكي يعني أخذنا مضاعفات الحمية مش فوائد الحمية فمهم جدا جدا إحنا نعرف نلعبها صح كيف نلعبها صح مجرد ما تيجي مثلا بوحدة تيجي قولي خلاص انترمتين فسك من بكرة أنا صايم 16 ساعة ما حتقدري حبيبتي كملي 12 ساعة ثاني يوم كملي 13 ساعة ثالث يوم كملي 14 ساعة تدري اليوم اللي بعده لو وصلت ل 14 ساعة وحسيت أنك أنت من قادر تكملي 15 اكسري واليوم اللي بعدها كملي لين ما توصل العدد الساعات المعينة اللي جسمك قادر أن هو يستمر عليها حتى لما بتكون يستمري عن النظار listen to your body أيام جايتك الدورة أو قبل الدورة وحسر تعب اكسري مش لازم الصيام المتقطع أيام عندك فلو أو تعبانة أو عندك مشاكل اكسري مش لازم تعرفها يعني أنت اسمعي جسمك علشان ما يصير فيه shut down وبلوك وما تحس أنك أنت جالسة النظام صار يسوي لك stress طب هو أقصاها كم ساعة هو أقصاها تقريبا في ناس على فكرة يسوي 36 ساعة وفي ناس يسوي 24 ساعة 24 ساعة بتحصل حالات ولكن الصحي يسوي 16 ساعة 16 ساعة الصحي أنك تسوي 16 ساعة وإذا كنت تقدر يسوي 18 ساعة وتأكل 6 ساعة كمان ممكن ولكن الصحي يسوي 16 ساعة وزي ما قلتلك حاول أنك أنت تكسل مش تسوي دائما خلي الويك أنت راحة خمس أيام عجب شميل دكتورة ليمة مرة شكرا أنت وضحت لك كثير أشياء عن السيام متقطع لكن يمكن فيه سؤال مهم جدا للأشخاص اللي بيسووا أو بيستخدمون كلايف ستايل كويس أنك أوضحت أيضا لردنا على سؤال العلمها أنه ما يصلح أنه نستمر عليه فترة طويلة لكن ثبات الوزن ثبات الوزن ما سيام متقطع هذا إيش معناته على إيش يدر معناها أنه أنت عندك مشكلة لما بدتي كان عندك مثلا نقص في أحد من البيتامينات والمعادن وإنتي ما انتبهت له أو أنه مثلا سعرات الحرارية اللي أنت جالسة تخديها قليلة جدا فالجسم ما هو قادر أنه يشتغل صح يعني عملية الأيد ما هي قادرة تشتغل صح فدائما بناء أي نظام صحي لازم يكون قبله إجراء تحليل طبية علشان يعرف في ريماكس ونضبطه ولازم عملية اللي هي نحن نسميها أسيسمنت اللي هي عملية تقييم الحالة كل عشر أيام كيف جسمك حاسس هل أنت نشيطة هل أنت مش نشيطة إيش الأنواع الأغذية اللي جالسة تخديها فهنا ثبات الوزن هو ده اللي بدأ يمكن نوع الرياضة كمان أو أنك مثلا ما بتسوي ما يناسب ففي أشياء كثيرة يعني بتحد ليش الوزن هو ثابت دكتور ريم السلمان شكرا لك على هذه المعلومات أعطيك العافية الله يحب نورتين مجهدين نطلع فاصم كماني معكم من بعد اشتركوا في القناة